الرادي تسعين تسعين هواها مصر ده رقم مش قليل تمانين في المية من الجرائم ده تبقى ايضا للإحصائية تمانين في المية من الجرائم غير المبررة بتقع بفعل تأثير المخدر عدد دعاوة الطلاق بسبب ادمان الزوجات شوفوا الصدمة بسبب ادمان الزوجات للمخدرات ده تبقى للإحصائية في 2015 كانت اكتر من 13200 دعوة قضائية للطلاق بسبب انه الزوجة بتتعاطى في مقابل حالات الطلاق دعاوة الطلاق بسبب انه الزوج بقى تعاطى وصلت لحوالي 17800 دعوة مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة قالت انه متوسط الدعاوة سواء طلاق او خلع نتيجة ادمان الزوجة او الزوجة بنتكلم على في حدود تقريبا 8500 دعوة قضائية سنويا ده رقم مش قليل على فكرة يعني ما تستصغرهوش طيب موضوع انه فيه ابناء عارفين انه الاباء او الامهات بيتعاطوا ايا كان المخدر حتى لو كان حشيش اللي البعض بيشوف انه هو يعني ده مش زي المخدرات التانية يعني انما وده اللي كنت بحاول بقى اوصله في المدخلة انه مركز حقوق الطفل بيقول انه النسبة بتتراوح من 20% لـ 20% تقريبا بس المؤكد ان هي 20% وبرضو ما تستصغرهوش الرقم انه ابناء المدمنين بيبقوا مدمنين برضو بيتعاطوا برضو سواء عن طريق الخطأ او لمجرد التأليد وفقا لمركز السموم يعتبر الحشيش المخدر الشعبي للازواج ونسبة تعاطيه 79% يليه مخدر الترامدول بالنسبة 30% ثم الهروين 13.6% والبنجو 71% وفقا لمسح وزارة الصحة والسكان ممثلة في الامان العامة للصحة النفسية من المسح القومي للإدمان العام المالي 2017-2018 حول معدلات انتشار وطعاطي واستعمال او الإدمان في المجتمع اظهرت انه 9% هي نسب تعاطي المخدرات بين المصريين لضرباء حركة 9% دي او نقول 10% عشان نقرب الارقام يعني من 104 مليون نسمة يعني بتكلم على 10 مليون مدمن وبيتعاطوا مخدرات في بلدنا تاني لو تأثير التعاطي عليهم هما شخصيا يمكن الكرسة تبقى اقل بس العشرة مليون دول بيعملوا ايه في المجتمع هي دي المصيبة كبيرة 10.6% نسب استعمال المخدرات بين طواقف الشعب 3.9% نسبة الإدمان بين المصريين في حدود الواحد في المية هي نسب إدمان طلاب وطلبة الثانوية العامة وفي حدود الواحد ونص في المية معدل استعمال المخدرات بين طلاب المدارس طلاب المدارس انتوا عارفين هما كام؟ احنا بنتكلم على تقريبا 21 مليون وكسور فانت بتتكلم على من طلاب المدارس عندنا حاجة بتاعة تقريبا تقريبا في حدود الربع مليون يعني بيطاعطوا غير بقى المدمنين كمان ده بس مجرد تعاطي بحسب تقرير المخدرات العالمي لما بني نبص بقى على الصورة الأكبر أوانا خليني أقول لحضراتكم هو في كمان تقرير تاني بيقول انه 10% من الطلبة والطالبات جربوا جربوا فانت بتتكلم على من 21 مليون يعني عندك حوالي 2 مليون ومئة ألف جربوا منهم بقى اللي بيستمر ومنهم اللي بيقول خلي بالكم بقى ده طبقا للدراسة الدراسة بتقول انه في نسبة كبيرة منهم اتعالجوا يعني حركة تيجي النهاردة تسأل واحد بيطاعطة تقول انت بطلت ويقولك انا خلاص اتعالجت فهتاخد كلامه ومنهم اللي بيتدعي انه بطل ومنهم اللي بيقول انه اصلا ما بيطاعطاش عشان ما يبقى الشكل وحش في المجتمع ده غير طبعا انه على الناحة التانية بقى بالنسبة للولاد انتوا عارفين طبعا السزاجة بتاعت انه البعض بيطاعطة من منطلق انه ده رجولة وده يعني اللي بيفكر بالاسلوب ده ما يعني سازج سازجة مش طبعية مهم حسب تقرير مخدرات العالمي بقى الصادر في الفين وستاشر جاء فيه ان واحد من كل عشرين شخص بالغ في الفئة العمرية من خمستاشر لخمسة وستين سنة بقى طاعته مخدرات ولو لمرة او طاعته ولو لمرة واحدة يعني انت بتتكلم على في العالم احنا بتتكلم على حوالي نص اه ربع مليار متين وخمسين مليون شخص في العالم جربوا ومنهم اللي استمروا اضافة ان الوجود اكتر من تسعة وعشرين مليون شخص بيعانوا على مستوى العالم من امراض شديدة بسبب ادمان المخدرات وما يطلق اليوم ايضا المدمنين عندنا في مجتمعنا اا او لا دي نسب عالمية بنتكلم على متين حوالي متين وسبعة الف شخص توفوا عام الفين وخمستاشر بسبب تعاطي المخدرات عدد متعاطي المخدرات في مصر وصل في نهاية الفين واربعتاشر الى تمانية مليون شخص اي ما يعادل حوالي عشرة في المية من عدد السكان حين ذاك احنا عند نفس النسبة دلوقتي اللي هي العشرة في المية بس طبعا مع الارقام عدد المواطنين زاد وصل لمية واربعة فاحنا منتكلم على حدود عشرة مليون اكتر شوية من عشرة مليون يعني عشرة مليون وكسور بيطاعاتوا مخدرات دي ارقام يا جماعة ارقام صعبة بس الاصعب تأثيرات ده على المجتمع وعلى الاسرة وعلى الاصدقاء وعنصر كبير من اللي بيخلي الناس اللي هتيجي في المخدرات على فكرة هم الصحاب وجرز الانذار لازم يبقى بيرن في كل بيت عشان يخلوا بالهم من ولادهم فما بالك بقى 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 اب او ام هما اللي بقى طاعتوا مفيش شك وخصصا بقى لو الاولاد عارفين ده انت لازم تبقى متأكد ومتيقم مليون في المية مهما احسنت تربية ولادك وبناتك انه في يوم من الايام على الاقل هيجربوا اللي انت بتعمله ان لم يستمروا او طيش الشباب ما خدهمش كمان لما هو اسوأ من ذلك ده جرز انذار ارجو ان يتنبه ليه كل شخص